أهلاً من السماء ولا نجوم حقيقية نجوم أنت تعملها نجوم أنت تعملها بنفسك تعالوا مع بعض نتعلم كيف نعمل هذه النجوم؟ أهلاً وسهلاً بكم وأصدقائي الغالين واتجعنا لكم آخر كيف نتعلم النجوم التي نرى في أول الفيديو هذه أدات بسيطة هي نجوم وألوان مضيئة زي ما نرى كيف نعملها؟ تعالوا نتفرج مع بعض بص يا جماعة احنا هنا جبت سقف مع المدهن أبيض عادي بجيب المضيئ بتاعي زي ما هو بمسك فورشة أو سيفينجة اللي عايز يستخدم سيفينجة أوكي اللي عايز يستخدم الفورشة زي ما أنتم شايفين بطارية سهلة وبسيطة أنا بجيب الستنس للنجوم بقى الطاحة للنجوم الكبير ونجوم صغيرة بوزع السقف كله النجوم الكبير وأبدأ بعد كده أحط بين كل مسافة ومسافة بطريقة متناسكة كده زي ما أنا عايز أحط النجوم الصغيرة خالص زي ما أنتم شايفين أنا بعمل السقف كله بالطريقة البسيطة دي طب يا عم ويمة احنا دواتي عايزين نعرف ازاي نعمل أشكال تانية وهل في منها ألوان ولا ما فيش فيها منها ألوان لأ فعلا في منها ألوان ألوان الموضيقة دي رخيصة مش غالية أنت بتبدأ تستخدمها زي ما احنا قلنا لا إما باللولة لا إما بالفرشة زي ما أنت شايف الطريقة سهلة بالنسبة لك أنا بوزعها على السقف أهو واحدة واحدة وبحط أهم حاجة يكون فيه إضاءة كويسة يا جماعة عشان تاخد إضاءة فيه ألوان تانية زي ما أنتم شايفين المنظر العليمين ده ده منظر أنا عمله سقف كان أسود وعمله بنظام اللون الأزرق المضيق واللون اللبني اللبني اللي أنا شغال بها دي راتي واللون الأزرق اللي احنا شايفينه وده منظر تاني يعني ظهرة أطفال عملت بلون الأحمر اللون حلو جدا الموضوع سهل وبسيط أنت بتجري استنسل وتعمل زي ما أنت شايف كده زي ما أنا شغال بالزبط يعني أي حد بوك نعم في عملها أو أي حد ممكن فيكو يعرف يعملها بأدوات بسيطة وسهلة جدا وطبعا بعد ما نتخلص الموضوع ده يا جماعة بيكون أحسن كتير جدا من اللزب فيه ناس بتقول احنا نجيب لزب لأ ده أحسن بكتير من اللزب زي ما أنتوا شايفين بعد ما خلصنا السقف كله الأنمان المضيق دي ما بتبانش وانت واقف تحت ما بتبانش قوي بس ما بتيجي تطفل النور بتشوف والعاسل الجميل الصغير ده بيقول لكم هاي بيقول لكم بص على المضيق بعد ما خلص بعد ما بيس في النور طبعا وهنطفل الكشاف هنشوف النجوم الجميلة اللي احنا عملناها بأيدينا واي حد فيه كويدا يعملها زي ما قلت يا جماعة النجوم دي ممكن تستمر معاكو وتعيش لسنين قدام مش هتوقع ولا تبوز زي الحاجات اللزب وزي ما انتوا شايفين كده تقعد بشكلها حلو جدا ممكن تعمل هلال ممكن تعمل منظر تانية والطفل اللي كان عنده 4 سنين ده ممكن المنظر ده يقعد معاكو لغاية ما يكون عنده سبع سنين او تسع سنين زي ما انتوا شايفين اهو الطفل الجميل كبر اهو وبيقول لكم يعني ما تنسوش لو ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس وما تنساش اللايك الجميل للفيديو لو الفيديو عجبك وده كان المنظر الاول بالنسبة للنجوم تعالي بقى المنظر التاني ازاي نعمل النجوم او السماء باجيب اي حلة او طبق زي ما انتوا شايفين بطريقة سهلة و بسيطة واجيب كارتونة وابدأ احدد السماء بطريقة عشوائية وقطع الكارتونة اعمل حاجة اسمها نايزك على متزائد وسبعة في تمانية طريقة سهلة جدا وابدأ اجيب الكارتر واشيل اعمل ويما عايز توصلنا لايه هتشوفوا معانا وبعد تتابع لاخر الفيديو انت هتعرف احنا نعمل ايه طبعا النجمة نفس النظام وبعد ما عملت الاشكال الجميلة دي بقى الورات بسيطة جدا احنا اعتبر ده يا جماعة لده السقف بتاعنا اسود بس انا عملتها على الحيطة يعني عايز تعملها على الحيطة مفيش مشاكل عايز تعملها في السقف مفيش مشاكل وابدأ اجيب اسبري او بلوسر وده يا جماعة الوان بلاستيك مائي بلاستيك خفيته وابدأ زي ما انتم شايفين بعمل شكل وابدأ بضي خفيف كده بغبار الكمبلوسر وابدأ ادي زي ضي خفيف طلع من الامر زي ما انتم شايفين اعتماني يا جماعة بجد لو فيديو عجبكم متنسوش اللايك وتشجيع علينا عشان استمر لايك واشتراه في القناة وتفعيل الجرز دي السحابة يا جماعة زي ما انتم شايفينها بالكارتون ان احنا عملناها السحابة هنا اصدقائي زي ما انتم عايزين حد عايز يوزحها في السماء كلها في الحيطة كلها عايز يعمل مكان معين زي ما انتم شايفين بعملها بطريقة كده عشوائية تمشي مع بعض وابدأ اغبر المكان نفسه بعمل النايزيج طبعا لو عايز تعمل الامر من الوهلال وكيميا عايز تعمل الامر كامل دي بتاعتك انت انت بريك الطريقة بتتعمل ازاي وكل واحد وابداعه ازاي يقدم الحاجة الجميلة دي بعدها اصدقائي بعدها اصدقائي المنظر ببدأ كما انتم شايفين بحاول اصدقائي الالوان على بعضها اصدقائي وما ننساش طبعا نعمل النجمة النجوم هنا ممكن تعمل نجمة كبيرة نجمة صغيرة التانية كانت معمولا بالنظام ستنسل نظام مديد هنا انا بعملها نظام دهانات طب يا عم وين ما هتفضل النجوم كده كبيرة ولا نعمل النجوم صغيرة بعيدة بس يا جماعة انا بجيب الدهان بتاعي وبحرف الفرشة كده بقعد ايه اوزع نقاط صغيرة كيان النجوم دي بعيدة جدا وبينة فاهمين يا جماعة زي ما انتم شايفين كده كيان فيه نجوم بعيدة جدا زي ما بتشوف السماء النجوم دي بتتنور واحدة واحدة لما بقعد ابدأ اوزع دهان البلاستيك المائي ده نقاط صغيرة نقاط كبيرة كيان فيه نجوم بعيدة ببدأ اخفف ووزع ضي خفيف او سحابة خفيفة من على بعد تاني اصدقاء بفكركم لو انت مشتركش في القناة اتمنى ان تكون شتركت القناة تشجيعا لنا عشان نستمر واللايك الجميل يا رب يكون الفيديو في استفادة وتعلمت عايز اقول لي كل واحد فيه كنت تقدر تعمل حاجة بنفسك موضوع سهل وبسيط لو فيه اي سؤال في الكومنت يا جماعة اسألوني وانا تحتمركم مقابل بدون اي شيء انا تحتمركم باي حالة متنساش اصدقاء لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد السلام يا اجمل اصدقاء اشتركوا اشتركوا